بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرى الأنبياء والمرسلين الوحدة العاشرة المعاجم اللغوية الدرس الثاني معاجم وتطبيقات أولا القاموس المحيط هو معجم لغوي مؤلفه الفيروز بادي وقد ترجم هذا القاموس إلى اللغة اللاتينية احتفاء به ولشهرته كان الهدف من تأليفه جمع اللغة واستقصائها سار في تأليفه على منهج الصحاح للجوهري بحيث الترتيب للمواد اللغوية فيه متبع فيه نظام القافية فالحرف الأخير هو الباب والحرف الأول هو الفصل بالنسبة لحروف الكلمة الأصلية فجرد الكلمة من زوائدها ورد المقلوب والمحذوف إلى أصله فكلمة زينة على سبيل المثال يبحث عنها في واو زاي نون وكلمة عده يبحث عنها في واو عين دال وكلمة استقامة يبحث عنها في قاف واو ميم وكلمة استبانة في با يا نون وكلمة عطاء في عين طا واو والتزم في كتابه طريق الاختصار وتقريب العبارة وتهذيب الكلام وإرادة المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة وكان يستقصي أقوال اللغويين في أثناء شرحه للمادة اللغوية ودعم هذا الشرح بشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف وعرض لأسماء البلدان والأماكن والأعلام وكان يعالج في بعض الأحيان القضايا النحوية والصرفية والصوتية وينص على ضبط المادة إلى آخره الكتاب الثاني أو المعجم الثاني لسان العرب لا يقل شهرة عن سابقه إن لم يكن أظهر وأشهر ظهر هذا المعجم في نهاية القرن السابع الهجري ألفه العالم الكبير ابن منظور وكان الهدف من تأليفه استقصاء اللغة وترتيبها فجمع مادته من تهذيب اللغة الأزهري والمحكم البنسيدة والصحاح للجوهري وحواشي بن بري والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وقد احتدأ بالمنظور نهج الصحاح أي الترتيب الأبجدي حسب أواخر الكلمات بمعنى رتبه على نظام القافية فجعل الحرف الأخير باب وجعل الحرف الأول فصل كما هو معلوم وراعى في الترتيب أصول الكلمات الحرف الثاني في الثلاثي والرابع في الرباعي والخامس في الخماسي وذلك بالنظر إلى حروف الكلمة الأصلية فجرد الكلمة من زوائدها ورد المقلوبة والمحذوفة إلى أصله وكان يستقصي من منظور في لسان العرب أقوال اللغويين في أثناء شرحه للمادة اللغوية وقد دعم هذا الشرح للمادة اللغوية بشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي وأقوال العرب النثرية لو طبقنا سواء في كتاب القموس المحيط أو في لسان العرب لأنها تتبع منهج واحد لو طبقنا عليه هذه الكلمات كلمة مأكول على سبيل المثال لا بد أن تعود إلى أصلها الثلاثي الألف أو الهمزة والكاف واللام نجدها في باب اللام فصل الهمزة كلمة مقاعد على سبيل المثال هي جمع لا بد أن تعود إلى مقعد ثم يعود إلى أصلها الثلاثي قاف عين دال نجدها في باب الدال فصل القاف كلمة عبسة نجدها في باب السين فصل العين وهكذا في بقية الكلمات الحرف الأخير للأصل لأصل الكلمة الثلاثي الحرف الأخير أو الرباعية أو الأصول الكلمة الحرف الأخير هو الباب والحرف الأول يعد الفصل الكتاب الثالث أو المعجم الثالث هو مختار الصحاح مختار الصحاح ألفه العلام الرازي الهدف من مؤلفه هذا اختيار الألفاظ الشائعة في الاستعمال وترك الغريب الذي لا حاجة فيه وليكون هذا المعجم في متناول من يحتاج إليه من العلماء والأدباء وتكون هذه الألفاظ في متناول من يحتاج إليها في عصره جعله اختصارا لمعجم الصحاح فحدف كثيرا من صياغه لذلك سماه مختار الصحاح فحدف كثيرا من صياغه وزاد عليها بعضها وكان يعنى بالمعاني المتصلة بالحديث الشريف والفقه واهتم بضبط الكلمات أما بالنسبة لترتيب المواد فقد التزم الترتيب الصحاح وهو الترتيب القافية أي الترتيب الأبندي حسب أواخر الأصول لكن في العصر الحديث كلفت وزارة المعارف المصرية الأستاذ محمود خاطر أن يهذب مختار الصحاح بمعنى أن يعيد ترتيبه وذلك بالنظر إلى أول الحروف الأصلية للمواد فكأنه عاد اليسير على منهج المدرسة الهجائية العادية أو النظام الألف بائي العادي والمشهور في العصر الحالي فرد المواد إلى مشتقاتها التي يصعب على الطالب ردها إليها وحدث ما لا يليق بأسماء النشر وكان الشرط في إعادة تهذيب وترتيب هذا المعجب المحافظة على أصوله لو أردنا أن نأخذ تمرين على هذا المعجم وقلنا رتب ورود هذه الكلمات في معجم مختار الصحاح في طبعته الحديثة طبعا مدرسة، جامعة، كتاب، ظل، تكريم، تجهيز كيف نرتب؟ الخطوة الأولى أن نعيد هذه الكلمات إلى أصولها الثلاثية دال، راء، سين بالنسبة للمدرسة جيم، ميم، عين بالنسبة لجامعة كاف، تاب، باب بالنسبة لكتاب ظاء واللام مشددة لظل تكريم أصلها كاف، راء، ميم وتجهيز أصلها جيم، هاء، زاي ثم كيف يكون الترتيب؟ الترتيب سهل جدا بحسب ترتيب الحروف الألفبائية والترتيب الهجائي أول هذه الحروف هو حرف الجيم ولأن عندي جيم ميم عين وعندي جيم هاء زاي فأني أنتقي الحرف الثاني الميم قبل الها فتكون جامعة ثم كلمة تجهيز ثم يأتيني حرف الدال اللي هو درسة ويعبر عنه طبعا مدرسة هو الكلمة التي تتليها ثم ظل ثم كتاب وعندك تلاحظ في كتاب ثم تكريم أن الكلمة هنا فيها كاف وهنا فيها كاف لكن ننظر إلى الحرف الثاني وهو التا وهنا الراء فالتا قبل الراء فتكون كتاب ثم تكريم إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموضوع نلقاكم في درس آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر